ينضم إلينا من موسكو فادي صالح لإطلاعنا على المزيز من التطورات والمسيرات التي مزالت مستمرة في مهاجمات موسكو نعم إذن في الحقيقة أريج مسيرات عدة تمكنت من الوصول إلى داخل الأراضي الروسية ليس موسكو فقط فيما يتعلق بالعاصمة الروسية وزارة الدفاع أكدت أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط مسيرتين كانت تتجهان إلى موسكو فيما قامت أنظمة الحرب الإلكترونية بتحييد مسيرة ثالثة وهذه المسيرة بعد فقدانها السيطرة استضمت بإحدى المباني التي هي قيد الإنشاء عمليا في مجمع الأعمال موسكو سيتي وهو تقريبا وسط العاصمة الروسية في الحقيقة أيضا هذا الأمر طبعا لم يخلف إصابات كما أعلن عمدة موسكو سيرجي سابيانين الذي أكد أنه لا توجد إصابات نتيجة طبعا هذه الاستهدافات وهذه الهجمات التي وصفت بالإرهابية ولكن في الوقت نفسه فرق الإنقاذ طبعا اتجهت نحو المكان للمعاينة وللتأكد من سلامة المدنيين هناك أيضا هناك كان استهداف في مقاطعة بيلغراد وهي مقاطعة حدودية يعني جنوب غرب روسيا على الحدود المباشرة مع أوكرانيا في الحقيقة هذه المقاطعة تتعرض بشكل شبه يومي للقصف من قبل الجانب الأوكراني واليوم لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بسبب استهداف بمسيرة كانت تحمل قذيفة كانت تحمل قنبلة طبعا صغيرة تم إلقاؤها في أحد الشوارع أحد شوارع أرياف المقاطعة حيث قتل شخصان فورا فيما توفي الشخص الثالث متأثرا بجراحه طبعا هذه العمليات تصفها موسكو بالإرهابية ودائما تدعو المجتمع الدولي للتنديد بهذه الهجمات في المقابل أيضا بما يتعلق في حركة المطارات يعني ليلا نتيجة هذه الاستهدافات تم إغلاق حركة المطارات الثلاث الرئيسية في موسكو مطار فنوكفا وداما ديادفا واشريميتفا وتم طبعا تأخير وتأجيل الرحلات المغادرة فيما تم طبعا إعادة توجيه رحلات قادمة ولكن في صباح اليوم تم الإعلان عن إعادة فتح المطارات بشكل كامل المطارات الثلاث إضافة إلى مطار جوكوفسكي الموجود طبعا جنوب شرق العاصمة الروسية إذن بالنسبة لهذا الأمر في الحقيقة طبعا هذه الاستهدافات هي متكررة وطبعا موسكو تصف هذه العمليات دائما بأنها عمليات إرهابية وتقول أنه لا يوجد إصابات وخاصة فيما يتعلق بالعاصمة الروسية أما فيما يتعلق بإغلاق المطارات فهو ليس نتيجة استهدافها وإنما يعتبر إجراءا احترازيا حسب ما تقول السلطات نعم فادي صالح مرسلنا من موسكو شكرا لك على كل هذه المعلومات